اشتركوا في القناة الشيء الأول الذي أريد أن أتكلم عن مهمة ستنزل أسمها ضياع السقر طبعا ضياع السقر ستتكون من أربع لعبين ويكون فيها مستويين المستوى الأول هارد يكون تقريبا مشابه للشاللنج مود والمستوى الثاني سيكون يسمون الشاللنج تقريبا ماذا يسمونه لأننا لا تكلموا عن المسمى فالمستوى الثاني سيكون أصعب من الشاللنج مود إلا نلعبه حاليا فبحسب الكلام اللي قالوا في البث المباشر أنه يجب أن تفوز الهارد له المستوى الأول لازم تطلب دروع قوية جدا جدا مسواة ثلاثين حق تفوزها ومو تعتمد بس على قوة الدروع تعتمد على عملك مع أخيات كيف تتفهم معهم كيف تتساعدون كيف تقتلون كيف تتمجون فهذا الأشياء كلها لازم تساعدك على الفوز بس الأسلحة إذا عندك دروع لوحدها قوية ما راح تفيد لازم أخياتك بعد يكونوا قوية ولازم تكونوا متفاهمين هذا الشيء الأول الشيء الثاني الهارد مود راح يكون أصعب كثير تطلب دروع جديدة وأسلحة جديدة طبعا هذه الأسلحة اللي راح تحصلها من نفس الهارد مود اللي هو المستوى الأول راح تنزل لك دروع خاصة إذا تجمع هذه الدروع الخاصة راح تتكلم عنها بعد شوية تعطيكم مميزات قوية راح تساعدك تخلص الشالنج مود في ضياء عسقة تم أني تكلمت عن الدروع فخليني يعطيكم معلومات كاملة عن الدروع اللي راح تنزل راح تنزل أربع أطقم جديدة التقم يتكون من أربع تقريبا بس الدروع راح تكون ستة وإذا ما أرد إذا هلأ أسلحة تابعة للدروع أو مولا تابعة للدروع بس إذا كالدروع راح تحتاج ستتكمل السد أو التقم كامل ورح يشتغل معاك الخاصيات إذا ما تجمع التقم ما راح يشتغل معاك الخواصة الموجودة فيه وطبعا عند الخواصة راح تكون مرة قوية وتفيدك في الشالنج مود في الضياعة السقر فخلينا نتكلم معاكم بضغط بالتفصيل عنهم الطقم الأول اسمه سلطة الخبيرة التكتيكي يعزز قدرات الدعم الإلكتروني هذه واضحة جدا واضحة خليك الإلكترونيات مرة قوي وممتاز بالنسبة لي أنا أدور هذا الطقم لأنه أفكر فيه ست ممتاز إذا أسوي حق الإلكترونيات راح يكون مرة جبار الشي الثاني عندك أو طقم الثاني اسمه عتاد المهاجم القتالي يعزز القدرات الهجومية يخلي الدي بي اس لحقك أقوى بس والطقم الثالث راح يكون اسمه نداء الحارس يعزز قدرات الرماية أتوقع هذا حق السنايبر أو الماركسما نسمونا إذا تلعب السنايبر وتحب هذه الأشياء فتوقع هذا الطقم بيكون لك ممتاز والأخير راح يكون طريق الرحالة طقم طريق الرحالة يعزز قدرات الرحالة المفردين حق إذا تلعب سلطة إذا ما عندك أحد أخيك أو تبي تلعب لوحدك تجمع هذه الدروع وتلعب فيهم راح يعطيك أشياء تخليك تعيش لوحدك ما يحتاج تحتاج غيرك وأنت تلعب فأحين خلصنا من الدروع فأخيري نتكلم معكم كيف تجد تحصل الدروع الدروع تقدر تحصلها عن طريق أنك تخلص ضياع السقر كامل وراح يعطيك دروع هذا الشيء واحد تجد تحصلها من الداركزون ومن الشيالنج مود هذا الشيء اللي قاله في البث مباشر وسجلت عندي فطبعا سوهم بث مباشر وتشرحوا فيه ضياع السقر كامل بس مو بالتفصيل الممل بس أعطونا معلومات عنه فهذه من معلومات اللي حصلتها يعني ما في طريقة واحدة قد تحصل هذا الدروع لازم تلعب أشياء مختلفة حق تجمع السيت كامل ويكون عندك الطقم فهذا الشيء بالنسبة لي أشوفه مرة ممتاز حق ما يكون فيه قلتش أو فارمك تقعد تسوي هذا الأشياء وطلع كل الدروع وتنتهي علينا اللعبة بسرعة هذا الشيء بالنسبة لي أشوفه مرة إيجابي طبعا راح أعطيكم بعلومة مهمة جدا جدا خليه في بالك إذا تم تخلص طياع السقر المرة الأولى في الشخصية سيضع في نهايتها طبعا إذا تم لإعطاء هذا الرئي أعطي بفتخدم طبعا إذا تم Preis وعيدت بنفس الشخصية proteins من نهايتها ستحصل protesting من الوحوش لكن في نهايتها ما ستحصل شيء فهذا خلصت من تلعب شخصية ثانية فإذا تم تلعب شخصية ثانية وخلصت من الأولى سيضع في نهاية الرئي أعطيك clase وخلصت من مرة ثالثة بالنفس الشخصية الثانية ما راح يعطيك reward بالزبدة يعني بالمختصر المفيد ان كل شخصية لما تخلصها مرة الاولى راح يعطيك في نهاية reward واذا تعيدها ما راح يعطيك نفس reward راح يعطيك اقل بس تاخدهم من الوحوش اذا عندك اربع شخصيات راح تحصل reward اكثر في كل مرة تخلص فيها يعني اربع مرات اربع شخصيات هذه تضمن لك الدسم كامل موجود فيها اذا عندك بس شخصية واحدة راح تقل تعيدها مرتين وثلاث بس ما راح تحصل من كثر ما تحصل اذا عندك اربع شخصيات انا بالنسبة لي اشوف شخصيتين مرة كافي حاليا وتاخد وقت طويل بالنسبة لي حق ان اطور شخصيتين وخليهم قوي قوي من جد واربع شخصيات احس مرة من جد راح اضيها فراح اجمع دروع اذا حسيت يوم من الايام اقدر اضيف شخصية راح اضيف بس اذا ما حستي داعي اه راح افكر فيها يعني اشوف الوحوش اعطنا رايك في الكومنت تحت كم شخصية عندك وحل راح ازوي شخصيات جديدة او لا والمعلومة اللي بعدها حاب اقولكم اياها ضياعة سقر راح تتكون من عدة وحوش اذا هزمت الوحش الاول وهزمت الوحش الثاني وتروح للوحش الثالث وتموت عنده راح تضطر انه تعيد من بداية المرحلة ما في شيكبوينت ما في اي شي اذا تموت ان شاء الله عند الوحش الاخير راح ترجع للبداية فمرة لازم تكون حذر في هذا الشي ما في شيكبوينت وناس كثير راح تنزعج منه بشكل كبير فخلينا نشوف اذا نزلت هل من جد راح تكون صعبة او بس كلام فاضي فتقيبا هذا كل شي عندي عن ضياعة سقر فخلينا نتقل معاكم الى التبادل او خاصية جديدة اسمها التبادل في التحليث الجديد 1.1 طبعا هذة الخاصية شنو تسوي انت تلعب مع اخوياك تهزم ونوحش يطيح لك درع وخويك يطيح لدرع او ما يطيح له هذا الدرع اللي يطاح لك انت ما تبيه تقدر تعطي اخوياك بس في شرطين الشيط الاول ان يكون معاك في نفس المجموعة اللي طاح فيها السلاح وشيء الثاني انه يكون فاقل من ساعتين اذا تعدي الساعتين ما راح تقدر تعطيه الدر واذا كنت في مجموعة ثانية ما راح تقدر تعطيه الدر و بالنسبة اذا كنت في الدرع زون لازم تطلع لشيك بوينت وتعطيه في الشيك بوينت ما تقدر تعطيه داخل الدرع زون وطبعا اي وحد في مجموعة اذا حاب تبدل يقدر يأخذ هذا السلاح يعني كلهم يقدر يقوفوا جنبه وياخدوه او واحد يسرقه طبعا اذا احد سرقه يقدر يرجع في الارض بشرط انه ما يستخدمه اذا استخدمه ما راح يقدر يعطيك الدرب بالنسبة لي اشوف هذا الخاصية مرة ممتازة تقدر تساعد اخويك وتساعد نفسك في نفس الوقت وتقدر تتطورون اسرع لان اول اذا مثلا في الديكزون اخوي يحصل سلاح لازم يطلع من مجموعة ويضربني واقتله واخد السلاح ونرسله يعني ربش كثير كثير مال هداعي فانشوف هذا التحديث او هذه الخاصية بالضبط مرة مرة ممتازة راح تساعد الجميع وتوقع ان افضل شي اشوف يسوه في هذا التحديث حاليا وطبعا في التحديث الجديد راح يكون في مهمات جديدة بعضها اسبوعية وبعضها يومية هلو هلو هذه حركة العتابي المهم بعضها راح تكون قتالية وبعضها راح تكون في المنطقة السوداء وبعضها في التصنيع يعني تصنع وتخلص المهمة بعضها تكون اسبوعية بعضها يومية بالضبط اي واحدة منهم اسبوعية او احد منهم يومية ما قدري فاذا نزل التحديث راح نعرف بالضبط المهم شون تحصل من هذي المهمات تقدر تحصل في نكس كردت وتقدر تحصل ديفيجين تيك يعني مو متأكد كدية تقدر تحصل دروع واسلحة فهذا الشي مو متأكد 100% اذا كنت تدري عدنا رايك في الكومنت تحت او اكتب ليه في الكومنت واذا ما كنت تدري راح نشوفه ان شاء الله لما ينزل التحديث بس 100% في نكس كردت ورح نحصل ديفيجين تيك موجودين منهم وبالنسبة للدارك زون راح يكون في اضافة جديدة مرة جبارة راح يسمونه سبلاي دروبز او صناديق ما ديش سمونه بالعربي سبلاي دروبز خلينا عن سبلاي دروبز او صندوق راح ينزل من الجو عن طريق طائرة طبعا هذا الصندوق راح يحتوي على اسلحة جبارة ودروع جبارة وبعضها راح تكون من الست اللي كنت تكلمنا عنه في البداية او دروع الاطقم اللي اتكلمت عنه في بداية الفيديو بعضهم راح تكون موجودة في هذا الصندوق طبعا شون سابت هذا الصندوق ينزل الصندوق فيه وحوش تقتلهم وتاخد الصندوق طبعا السيرفر كله اكيد راح يدري ان الصندوق نزل ورح ينزل تقريبا خلال كل ساعة مرة فوقت اللي ينزل الصندوق اكيد راح يكون فيه ضرب بس شي زين المعلومة زين الا اكيد هذي متأكد منها اذا اخدت السلاح من الصندوق راح يكون السلاح حقك مئة بالمئة حتى لو قتلك احد جاخ صار عليك روغ ويبيسق منك السلاح ما راح يبيسق منك بس من تاخد الصندوق الموجود في الصندوق راح يكون حقك وما راح يكون كونتنا منيتد يعني ما يحتاج ترسل عن طريق طائرة او شي هذا اشياء لا 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 تفتح الصندوق تاخد الصلاح تستخدمه على طوطية طعم البوابة دايركت هذا شي مرة ممتاز وطبعا في هذا التحديث راح يكون فيه شي اسمه درجة العتاد يعني مجموعة دروع اللي حقك راح يعطيك درجة معينة تقدر تشوفه في القائمة الرئيسية هذا شي ممتاز حق تعرف قوتك وين انت وين العالم الموجودة حواليك او بينك وبين اخويك تقدر تقارن وكل مرتفع درجة العتاد كان قوتك افضل فطبعا فيه مهمات راح تكون عندك بدرجة عتاد معينة مثلا 160 راح او لازم تكون فوقه 160 او لازم تكون فوقه 180 راح تختلف فخلني نزل التحديث ونشوف بالضبط كم درجة العتاد الموجودة عندي وكم الاشياء المطلوبة طبعا حق تلعب سمونها هذي ضياء السقر رازم يكون عندك درجة عتاد معينة هذي خليها في بالك يعني اذا دروعك شوي ابو كلب ما راح تقدر تدخلها اساسا وفيه معلومة مهمة لازم تعرفها في التحديث الجديد طبعا اذا تموت في الدق زون حاليا تشوف جثتكم تميت وتشوف اخويك يهربون ما تشوف اخويك اخويك يهربون وعلى الله بس في التحديث الجديد اللي يا حبيبي راح تشوف اخويك وهم يتحركون تقدر تساعدهم في الدرق زون اذا مثل خاصة انهم روغ يجون يهربون وتتساعدهم ويتميت يعني هذي اشياء حركات طيبة هذا الشي مرة ممتاز راح يغير اشياء كثيرة في الدرق زون وحتى لما تصير روغ راح يغير اشياء كثيرة انا متحمس لهذا الشي وخلينا نشوف ان شاء الله كيف ينزل وكيف راح يصير طبعا مع التحديث الجديد راح تنزل دروع جديدة واسلحة جديدة بس دروع الهاي اند س paragraphs ستنزل ثلاثة راح ينزل واحد اسمه موارلورد هذا راح تكون منقية رماية وشي ثاني راح يكون عندنا فالكوريا مسدس رشاش والاخير راح يكون هستورين راح يكون عندنا منقية رماية يعني راح يكون عندنا شادقن وسنايبر والأوتو رائفل هذي الاشياء اللي راح تكون موجودة عندنا الهاي اند جديد بس كيف تحصلها ما أدري وتقريبا هذه شباب كل شيء اللي تكلمت عنه عن الإضافات الجديدة بس الحين راح أتكلم معكم عن التغييرات الجديدة اللي راح تصير في الدارك زون راح تصير تغييرات كثيرة وحتى برة الدارك زون بس الدارك زون المهم أوش راح تكلم عن الدارك زون راح يكون فيه تغييرات مرة كثيرة وهذا أهمها التغيير الأول إذا تقتل وحش مستوى 30 راح يعطيك فينكس كريدت أو رصيد فينكس بالعربي يسمونه من 1 إلى 3 لفل 30 يعطيك من 1 إلى 3 ومستوى 31 يعطيك من 2 إلى 4 ومستوى 32 من 3 إلى 5 يعني إذا كنتم مثلا أنتو أخيوك تجلسون في الدارك زون المنطقة رقم 6 وتقتل وحش راح تحصل على فينكس كريدت بشكل أسرع هذا الشيء مرة ممتاز وراح يتخلي الناس لتحصل دروع أسرع وأشياء أكثر لأن هذا الشيء أنا دور على فينكس كريدت عندي فيه شيء عقد ما كل ما حصل يطير بسرعة عندي ما أدري ليش هلأ نشتري أشياء كثيرة ما أدري فالمهم هذا الشيء مرة ممتاز حق إذا جلت في الدارك زون أكثر يتمع فينكس كريدت من قبل شو أتكلمت معكم شباب ما قلت لكم عن درجة العتاد ما درجة العتاد خلني أعطيكم شيء تفاصيل فإذا عندك عناصر آلية الجودة الذهبية في مستوى 30 راح يكون درجة العتاد اللي حقها 163 وإذا كانت عناصر عالي عندك ذهبية مستوى 31 راح يكون درجة العتاد اللي حقها 182 ففي مناطق سوداء أو في منطقة سوداء في مناطق بازم تكون درجة العتاد اللي عندك فوق الـ 160 حق تدخل هذه المناطق هذا الشيء خليه في بالك يعني المستوى 30 راح يكون درجة 163 ومستوى 31 راح يكون درجة 182 فهذا الشيء يحط في بالك فخلي دروعك أغلبه 31 وراح تكون وضعك في السليم وطبعا في هذا التحديث فيه للسلبيات والإيجابيات بالنسبة لي في هذا الشيء اللي راح تكون يا لحين سلبية قوية ما أبي أحطمكم بس راح أعطيكم مشون اللي صاية أحين إذا أنت تابع تسوي شيء أزرق راح تحتاج حاليا خمس قطع أو أشياء خمس معينة يمكن تكون خمس ووبن بارت حق تسوي السلاح أزرق مع التحديث الجديد راح تصير عشر قطع يعني من خمس إلى عشر وإذا تابع تسوي شيء ذهبي راح تحتاج خمسة عشر قطعة بدل خمسة يعني معاي مراكزين شوي الأرقام شوي كبيرة يعني إذا تسوي حاج مثل سلاح ذهبي لفل ثلاثين تحتاج خمس قطع مع التحديث الجديد راح تحتاج خمسة عشر قطع وحق تسوي هاي اند لفل واحد وثلاثين راح تحتاج عشر قطع بدل ثمان قطع يعني بالعربي التحديث الجاي راح يكون التصنيع فيه أصعب ومسهل مثل أول الماضي شن الحكمة منها بس راح نتعذف فيها شوي وخاصة في التصنيع فتقريبا كل شباب وصلنا إلى نقطة إن كل الأشياء المهمة غطيناها وأتمنى أني ما نسيت شيء أو شيء راح عن بالي لأن فيه معلومات من جد مهمة كثير ووائد فهذا أهم الأشياء اللي أعطتكم مياه هو التحديثات والتغييرات اللي راح تصير في The Division وخاصة في الداركزون وفي المهمات الجديدة اللي راح تنزل فإذا حابت تشوف التفاصيل أكثر راح حط لك رابط في الديسربشن تحت افتح الرابط يفتح لك موقع Ubisoft وتقرأ كل الشيء التفاصيل موجودة بالعربي فتقريبا كذا وصلنا إلى هذا الفيديو إذا أنت وصلت إلى هذه النقطة تعتبر أنت من الزافين الصراحة إنسان جبار بس ناقص شيء واحد إنك تسوي لايك وشير إذا تسوي لايك وشير إنت إنسان مبدع وخرافي وجبار وإنسان ما في زيك فتقريبا كذا شباب وصلنا إلى هذا الفيديو أتمنى عجبكم مستفدتم منه إذا حابين نشوفهم أشياء أكثر لا تنسوا تسوي لايك ونسبسكرايب وشكوا مع آخر الفيديو الجاي سلام عليكم